من جانب آخر نظمت مفوضية مرشدات الشارقة في مقرها وبالتعاون مع بلدية الشارقة مبادرة اغرس باختيارك بهدف ترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة منذ نعومة أظفارها جعلت شيماء من مفوضية مرشدات الشارقة مقراً لانطلاقة أحلامها والتي من بينها أن تكون عضواً فاعلاً في المجتمع فها هي تشارك في مبادرة اغرس باختيارك وذلك بمناسبة أسبوع التشجير في دولة الإمارات التي تنظمها المفوضية بالتعاون مع بلدية الشارقة وذلك لتعريف المرشدات بمختلف أساليب الزراعة ورعاية النباتات لتكون بذلك شيماء ومثيلاتها أضافوا بذرة لبستان معرفتهم متطلعين لمستقبل مثمر هذا البرنامج يهدف إلى تدريب النشئ الجديد أو الجيل الجديد وغرس بهم روح حب الزراعة وحب الاهتمام بالحدائق نحمر فعاليتنا اليوم حول شتلات الحمضيات مثل الليمون والبرتقال استضفنا موظفين الجهات الحكومية في هذه الفعالية والمرشدات طبعاً قاموا بالزرع في ورشة أغرس باختيارك شملت فعاليات المبادرة اختيار كل من المرشدات والمشاركات شتلات لزراعتها وتزينها بطريقة مبتكرة بلمسة فنية كجزء من المسؤولية المجتمعية التي تسعى المفوضية إلى ترسيخ مفهومها في نفوس الفتيات اليوم أنا شاركت في مبادرة أغرس باختيارك بمناسبة سبوع التشجير في دولتنا الحبيبة واستفت وايد ومن أهمها كيف أغرس بطريقة صحيحة وانحفاظ على بيئتنا جاءت هذه المبادرة تزامناً مع عام زايد لتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية لدى المنتسبات من خلال ترسيخ ثقافة غرس الشتلات وزيادة المساحات الخضراء فالشجرة رمز العطاء لذا يجب الحفاظ عليها والعناية بها لتوعية المرشدات المنتسبات للمفوضية والحضور بأهمية الحفاظ على البيئة الطبيعية جاءت مبادرة أغرس باختيارك التي تقام تماشياً مع أسبوع التشجير في الإمارات لأخبار الدار لميا المازمي الشارقة